السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله بعد حياكم الله أخواني خواتي في برنامج أبشر أرسل أحد الملوك ولده إلى أحد الحكماء وهذا أمر مهم جدا أن يرتبط الأولاد بالحكماء يتعلن منهم الحكمة والحكمة يتأتي بعد العلم فالمهم لما وصل هذا ابن الملك إلى الحكيم ماذا قال له الحكيم؟ قال خذ هذه الملعقة وكان فيها قطرات من زيت ثم قال له احرص على بقاء هذه القطرات في هذه الملعقة وتجول في القصر منظر معالم القصر فالمهم بعد فترة يمكن بعد ساعة أو أكثر أو أقل لما رجع طيب وإذا بالقطرات في الملعقة وقد حافظ عليه هذا الولد ثم سأله الحكيم سأله هذا الملعقة طيب إش رايك بالقصر ومعالم القصر والشرفة والصالة وغير منهم قال له لا ما شفت شيء أنا بحافظ على القطرات فمركز على القطرات فقال له شوف معالم القصر وتمتع بهذه الرحابة والسعة في هذا القصر قال له أخذ لك دورة ثانية ونفس الشيء وياك الملعقة فالمهم لما رجع فقال له إيه تمام وشفت القصر الجميل والشرفة والماء وغير من الأمور طيب قال له أين القطرات قال ذهبت القطرات أنا قام أشوف الدنيا وأشوف القصر فسقطت قطرات الزيت فما المقصود من هذه يعني لنقول الحركة من الحكيم لهذا الولد أراد الحكيم أن يعلم هذا الولد درسا أن عليك أن تستمتع بحياتك وهذا لا يكون إلا بالتوازن أن استمتع بالنظر إلى ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وكذلك تحافظ على هذه القطرات يعني يكون عندك ضبط لحياتك أخواني أخوات نجد هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وهذه طبعا القصة سندكرها للإبرة وتدعم ما عندنا من مبادئ يقول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون هذا الطاغي الكافر الغني ماذا يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أصحابه الذين نصحوه أو الناس الذين نصحوه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا هذا اللي نسميه التوازن فالإنسان الذي يعيش بتوازن بين الدنيا والآخرة توازن في حقوق نفسه وحقوق الآخرين هذا الإنسان يكون سعيدا فالبشارة له أخواني أخواتي في البرنامج عن البشارات فبشارة له أنه سيكون في راحة لما يعطي نفسه حقها ويعطي الآخرين حقهم سيكون في سعادة فهذه النصيحة قدمها الحكماء في زمن قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني تحرص على العمل الآخرة تعبد الله سبحانه وتعالى وتصلي وتتصدق وتصوم وغير من الطاعات وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ومع ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا طبعا هذا مو معناته أنك ما تأكل ولا تشرب ولا تستمتع ولا تسافر ولا تروح عن نفسك لا تفعل هذا وتفعل هذا فتكون أنت في توازن هذه القضية مهمة جدا أخواني أخواتي لمن أراد الراحة والطمأنينة إذن نقول أبشر يا صاحب التوازن في حياتك أنت في راحة التوازن في حياتك نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى تأتي هذه بعلم وحكمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذه المسألة وهذا المفهوم التوازن يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيطك يوما ما وأبض بغيطك يوما هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما سبحان الله يعني شنو معناته أنه لا ترمي بكل ثقلك وفي كل أموالك وبكل نفسك على حب شخص وهو من البشر لماذا؟ لأنه قد تنقلب هذه العلاقات وكذلك العكس لا تبغيط شخصا مغضا شديدا لماذا؟ لأنه قد يكون حبيبا يوما ما طبعا هذا ليس مقصود أنه أنا أكون على حذار ويكون عندي سوء ظن لكن قضية يكون فيها توازن إذا أحببت إنسانا فكن على يقين أن هذا الإنسان بشر وغير معصوم وقد يتقلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن قلوب العباد من أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف هي شاء فهذا الإنسان المؤمن اليوم قد سبحان الله يرتد في القد وهذا الإنسان الكافر اليوم قد يؤمن في القد سبحان الله كم من الناس الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بعد ذلك من المؤمنين منهم عمر الخطاب وعمر ملعاص وابو سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام ويعادون دين الواء سبحانه وتعالى وبعد ذلك كانوا يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى وينشرون الإسلام يعني القضية تحتاج إلى توازن فليكن حبك للناس حبا مؤتدلا من غير إفراط ومن غير استماتة لأن الإنسان قد ما نقول يقينا لكن قد فالإنسان إذا كان منضبطا في حبه وفي عطائه سيرتاح إذن الرسالة في هذه الحلقة إخواني خواتي نقول أبشر لصاحب التوازن أنك ستكون في راحة في راحة شنو يعني في راحة نفسية ما يكون عندك اضطراب لأنه لو كان حبك شديدا للشخص وبعدين مثل ما نقول إحنا يزعل منك شيلي راح يصير قد تصاب باكتئاب قد تصاب مثلا يعني بقلق شديد لأن هذا الإنسان ترك هذه هي الدنيا لابد إنسان يعلم حقيقة الدنيا فعلى الإنسان يكون عنده توازن بين الدنيا والآخرة لكن إذا صار فيه تضارب فيكون الأولوية للآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الدنيا أضر بالآخرة وما طلب الآخرة أضر بالدنيا وأضره بالفاني للباقي فالإنسان سبحان الله إذا ركز على الآخرة سيكون ضرر في الدنيا وإذا ركز على الدنيا يكون ضرر على الآخرة يعني لابد إنه يكون فيه شنو توازن إن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى وكذلك ما يهمل طلب الرزق وطلب العيش وإنه يؤدي مهامه تجاه أولاده وكذلك والدينه وزوجته وزوجه الزوج هذا الأمر مهم جدا لكن إذا وصلنا إلى مرحلة أن يكون فيها تضارب أن الصلاة أو الدنيا لا نقدم الآخرة ليش؟ لأن الآخرة مستمرة وغير منتهية أما الدنيا فهي فانية إذن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى في الذين نصحوا قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الرزق اللي يعطاك الله هي من قوة في البدن والذكاء والعلم والأموال والأولاد احرص على استخدام هذه الأشياء في إرضاء الله سبحانه وتعالى لكن هذا ما يمنع أنك شنون تستمتع في دنياك لكن بما أحل الله سبحانه وتعالى وتبتعد أما حرم الله سبحانه وتعالى وبذلك لما يكون عندك توازن نفسي داخلي سيكون عندك سعادة عظيمة في الدنيا وهذا لا شك أخواني أخواتي يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإنسان سيعبد الله سبحانه وتعالى بما يرضي الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة والعمل بها جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته